ايه؟ لا ماتش ترجي ماتش صعبة اوي اه اوي الترجي لحد نهاية شهر 12 مع كافة انطرق سابت يعني مع كل احترام من المدير الفني السابق لفرقة الترجي شكل كان مهلهل وطريقة ويخوف بدرجة معينة والسوبر الافريقي كان شكل مغير تماما النهاردة الترجي بشكل مختلف الترجي لم يسجل فيه هدف لمدة تمام مباريات على التوالي احنا نتكلم عن الارقام النادي الاهلي العظيمة جدا نسينا نقولها في المقدمة لكن ارقام عظيمة انت بتقولتها في الانترو مشكورا ارقام الترجي مع ميجيل كاردوزو عظيمة جدا شبهه لك ميجيل كاردوزو براحة فريرة مدرب الزمالك مع الزمالك لما جيتها ولا القيادة الفنية وقدر ان هو يمش معهم بالرن الممتاز اللي عمله نفس الشكل ميجيل كاردوزو هو مدرب متخصص في الدفاع بشكل يكرهك في الكورة يخليك ما تلعبش كورة بيعرف يدافع بشكل عظيم جدا في لقطات اتعرض وحنا بنتكلم لي وعندهم حارس كبير اللي عطا بتاع الترجي والسندوز الترجي والسندوز عندهم حارس كبير قوي اسمه امان الله هو امان فعلا هو امان بالنسبة الجمهور النادي الترجي امان الله ما ميش واحد من اهم العناصر الوعدة في الكورة التنسية 2004 موليد 2004 لعيب لسه تام من 10 تيام 20 سنة هو مواليد على ما اتذكر 21 ابريل او 12 ابريل حاكد دي واحدة من اللقطات اللي كان نجم المباراة النهاردة امان الله ما ميش وشوف الرجل شال كم تصدي كلها كرات صعبة جدا الحارس صغير السن كبير الامكانات الحارس ده ما دخلش فيه جنف دوري ابطال افريقيا يا كريم هو صاحب الرقم القياسي بالمناسبة الرقم القياسي الذي لم يحدش في تاريخ دوري ابطال افريقيا هذا الحارس الصغير امان الله ما ميش وهو انا بالنسبة لمباراة نهاية غير انها مباراة على بطولة ما بين فرقتين كبار عندهم القاب كتير ما بين مصطفى شبير وامان الله ما ميش من فيه متوج بالحارس الافضل في البطولة بلا شك اللي اتنين عاملين بطولة كبيرة يمكن مصطفى عنده اتج على امان الله ما ميش انه كل المباراة عملة كلينشيت امان الله ما ميش قبل الرن الاخير كان عنده مباراة الهيل السوداني مباراة كريسية بتلات اهداف لكن بداية من المسم السنة الحالية اللي هي الفين واربعة وعشرين في التمانية الاخيرة مباراة أسيك ميموزا بيترو لواندا مقدمين أداء دفاعي ولا أكبر ولا أفضل مع ميجيل كاردوزو مساهموا الحالة الدفاعية الممتازة شالي النهاردة كرات رأسية وكرات من جوة الثامنة عشر وكرات من جوة الستة فالأهل هيواجه مباراة صعبة جدا مباراة تكتيكية مش مباراة لعيبة سانداونز فرديا عناصر عظيمة لكن فرقة التراج دلوقتي تكتيكية فرقة صعبة جدا جدا تسجل فيها هدف اللي هيدافع أحسن في مبارتي النهائية سواء ذهابا في تونس أو إيابا في القاهرة هيقدر يكسب بالمباراة وان شاء الرحمن تكون البطولة كما هي العادة في الجزيرة والأهلي يقدر أن يحافظ على لقبه اللي خاده من قلب المجرب يكون في القاهرة جيمي شرفت ونورت شكرا جزيلا شاب شرفت ونورت أنا شكرا شكرا جزيلا مرة أخرى ألف من يوم مبروك للنادي الأهلي الوصول للمباراة النهائية لمرة الخمسة على التوالي شكرا جزيلا